اكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجي ان مسألة تسييس الحج تتحملها قطر بكل وضوح ان المملكة العربية السعودية ترحب بحجاج قطر من اليوم الاول في حين تبتدع قطر الاسباب والعراق الى كل يوم وتعليقا على بيان صدر من مقاولي الحج والعمرة في قطر اضف معالي في حسابه بتويتر قائلا ان خادم الحرمين الشريفين يفتح بيته لحجاج دولة قطر ومقاولي قطر للحج يرفضون لاسباب وهي وطرح معاليه تساؤلا وهو كيف تهمل دولة مسؤولية تلك الرعاية وتطيع المقاولين وقال معاليه انه في نفس اليوم الذي رفضت فيه قطر السماحة لمواطنيها بالحج عادت سفيرها الى من يدعون كذبا نصرة الاسلام والمسلمين في اشارة الى اعلان قطر بعودة سفيرها الى طهران لممارسة المهام الدبلوماسية هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر